فضاء الرياضيات للسنة الثالثة امتدائي إذن هذا فهرس وفهرس لدروس هذا الكتاب إذن لحد الآن طرقنا إلى درس تنظيم معرض البيانات والزمن من دروس الوحدة الثالثة وتقويم التعلومات ودعموها وتوليفوها للوحدة الثالثة ثم تقويم التعلومات الأسدس بكاملة إذن لحد الآن نحن رحنا هنا اليوم سنضر درس تقديم القسم هو الدرس الثالث عشر وينتمي إلى الوحدة الرابعة وبطبيعة الحال هو أول درس في الأسدس الثاني إذن سنحاول نتقدم في هذا الكتاب ونحاول نكملها إن شاء الله في القريب العاجل ونعود رجع للدرس لمدرناش سابقا لمن أراد أن يعود إليها لاحقا إذن سننتقل مباشرة إلى الصفحة بطبيعة الحال صفحة 64 من الكتاب إذن الدرس الينا هو تقديم القسمة الدرس الثالث عشر تقديم القسمة هدف التعلم اليوم هو استنتج علاقة القسمة بالدرب يعني يجب أن نربط بين القسمة والدرب هذا هو الهدف اليوم إذن نبدأ بأكتشف وأتمرن إذن التمرين الأول يقول أستعين بثمانية وعشرون قرصا ووزعها بالتساوي بين سبع طفلات وحيط بخط عدد الأقراص التي حصلت عليه كل طفلات وأكمل كل كتابة فإننا 98 كتابة فإن المحل سوف يمكن أن نقوم به كل واحدaba سوف يكون 존에 مرتفع planting أنه الابعة حصلت بثمانية وعشرين سوف أد lançmetics السعار القسمات السعار القسمات ثم البنت الرابعة أناطيوها أربعة ثم البنت الخميسة أربعة ثم البنت السادسة أربعة ثم البنت الأخيرة ستأخذ أربعة كل بنتين ستأخذ أربعة أربعة أقراص إذن هنا ما سنكتبه بطبيعة الحال أنها أربعة في سبعة ثمانية وعشرون هذا يعني أننا سننتقل من الضرب للقسمة بحل قسمنا ثمانية وعشرين قرص على سبعة طبيعة الحال والنتيجة الخارجة هو أربعة إذن هنا كيف ننتقل من الضرب للقسمة لأن الضرب والقسمة هما في الرياضيات متكاملين كما تكامل بين الفرق والجميع إذن تمرين الثاني تمرين الثاني أكملوا ملء الجدول وأكتبوا كل عدد ناقص إذن عندي هنا عدد الأقراص في كل مجموعة إذن تمنيات الأقراص في كل مجموعة إلى أن نقسم هذه الطريقة الثانية؟ ثمانية 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 أعطتنا ربعة أعطتنا ربعة جديدة هنا آتي الاخر او لم تقوم بتخير الشروع او جيت الاخر فترنا التقسيم الاخر لن يتصوروا به otras جيت خلفة شبه مجزي ثمًا هنا للهم أن قادرون اسمتون و نبيب الضرب ضرب grace ضرب grace ضرب grace segunda amendment ثمانية وإذا كانت ثمانية فاربعة ثمانية 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 هذه العلاقة بين الضربة والقسمة أوزع بالتساوي الأقراص على ثلاث سحون كلما شطبته على قرص أرسمه بدلاه قرصا في صحن وأكمل إذن سوف أمأ القرص سوف أمأ القرص آخر قرص الثالث الرابع وقرص الخامس وقرص السادس السابع ثامن تاسع عشر أحداش إذن شنو حصلنا حصلنا على أربعة أقرص في كل صحة نسبقهم نضرب ثلاثة في أربعة ثلاثة في أربعة أقرص ثلاثة في أربعة أقرص ثلاثة في أربعة أقرص نستقل إلى تمرين الموالد تمرين بطبيعة الحال هذا في صفحة خمسة وستون تمرين رقم أربعة إذن استعمل تشكيل نفسها وأكمل الكتاب إذن ثلاثة 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 إلى punch ثلاثة ثلاثة فاربعة ثلاثة 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 فعندها تقصد مختلفة ثم يكون عدد الصفيف تحصيح صففة كل الصفف تقصد مختلفة سوف نتقل إلى التمرين رقم 5 استعمل الرسوم وأكتب العدد الناقص في كل كتابة نبدأ بهذا لدينا هنا 6 وفقيا و 3 عموديا 3 في 6 18 و 6 في 3 18 18 مقسومة على 3 6 و 18 مقسومة على 6 3 18 مقسومة على 3 يعني سوف نعطينا 3 18 مقسومة على 6 سوف نعطينا 3 هنا 24 العدد الذي نعطينا 24 هو 6 إنها 6 6 إذا ضربناها في 4 24 العدد الذي نضربه في 24 هو 6 24 قسمناها على 4 هذه قسمناها على 4 6 24 قسمناها على 6 6 إذا قسمناها على 6 24 إذا تمرين رقم 6 ولاحظوا كل رسمين وأكملوا كتابة الأعداد في كل قسم إذا هنا 2 ما سوف نستعمل تماشي 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 تمLY تماشي تماما لا ت magazine تماما نزل تماما τις تماما 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 أربعة 24 يلقس منها على 6 يعني 1 جوج 3 4 5 6 يلقس من 24 على 4 يعني هكا تعطينا في كل سطر 6 إذا تمرين رقم 7 ولاحظوا كل رسمين وأكملوا كتابة كل قسمة إذا 16 قسمناها على جوج يعني قسمها على جوج يعني قسمها على جوج يلقس من 6 يلقس من 6 16 قسمناها على 4 عمودياً أو أفقياً يعني أعطينا 1 جوج 3 4 35 قسمناها على 7 نقسمها أفقياً أو عمودياً أعطينا 7 أفقياً 1 جوج 3 4 ثم تعطينا 5 5 24 قسمناها على 8 ما أفقياً أو لا؟ إذا نقسمها عمودياً ثم تعطينا 3 إذا ننتقل إلى صحتي 66 الصمير طلبت الأستاذة من المتعلمين والمتعلمات تكوين مجموعات من نفس العدد استعينوا بالأقراص وأوزعوا العدد 35 على مجموعات من نفس العدد وأكمل أفقياً إذا هنا 35 العدد كل الأطفال 35 35 ما هي التقسيمة التي نقدرون أن نقوم بها؟ 35 إذا أخذنا عدد الأفراد فيهم خمسة هنا هنا مجموعة الأولى فيها خمسة مجموعة الثانية خمسة هذه مجموعة فيها خمسة هذه خمسة هذه خمسة هذه خمسة وهنا خمسة مجموعة 1 3 4 5 6 7 عدد الأفراد إذا كانوا خمسة في كل مجموعة سأعطينا سبعة المجموعة ولكن لدينا تقسيم آخر إذا كانت نقوم بعمل سبعة الأفراد في كل مجموعة سأعطينا خمسة هذه المجموعة ما هي النتيجة؟ سبعة إذا ضربناها في خمسة ثلاثة وخمسة إذا ضربناها في سبعة سعطي خمسة وخمسة ثلاثة ثلاثة وخمسة ثلاثة 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 لدينا عشرين تفاحة أوزعها على خمسة صحون بالتساوي أرسموا التفاحات إذا نحن نضرب التفاحات على شكل أقرص ثلاثة إذا ما حالة من التفاحة سأرى في الصحن ثلاثة 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 سوف يزعون وحدة بوحدة سوف يزعون على كل الصحة مثلا الصحة الأولى سوف نعطيها كل واحدة نعطيها إجازة هذه إجازة ستة سوف نعود الثاني سوف تلقى أربعة وعشرين سوف نعطيها هنا أربعة سوف نعطيها الآن ثمانية 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 لا اتناعش نزيد إجازة لكل واحدة على الأيام نستطيع الثانية ثمانية 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 هنا لديه ثمانية ثمانية سوف نعطيها سفحتي سفحتي أتمرن من جديد أتمرن من جديد إذن تمرن يقول أعيد توزيع الأقراص على الأطفال والطفلات ليكون التوزيع بالتساوي ويكون هناك إنصار بحيث يصبح عدد نفسه من الأقراص عند كل طفلين أو طفلة إذن هنا توزيع ماشي عادل إذن سنعود التوزيع من جديد ونعطيه للقرص إلى أخر حتى نقدمه إذن شنو غاد نديره مثلا هده كثيرا هده عنده جوج 4-6-8 إذن نحدف له هده ونزيده هده ثم نحدف له هده نزيده هده هده عندها خمسة وهده عنده خمسة هده خمسة هده خمسة هده عندها جوج 4-6-8 هده جوج 4-6-7 هده جوج 4-6-7 إذن هنعود هده نعطيه هم وحدة لوحدة هنحيد وحدة ونعطيها الهدي هده هنحيد لوحدة ونعطيها الهدي هده غنحيد 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 لوحدة ونعطيها الهدي و 36 و 36 و 36 و 42 و 42 قرص ما هي الأولى؟ 6 ما هي العدد الأشخاص؟ 7 7 و 6 و 42 و 42 مقسم على 6 و 7 42 مقسم على 6 و 7 و 42 مقسم على 7 ما هي الأولى؟ نحن نقسم على 42 مقسم على 7 لماذا؟ لأننا نقسم على 7 مقسم على 7 نحن نقسم على 7 مقسم على 6 نحن نقوم بالتمرين اكتب كتابتين ضربيتين و قسمتين لتمثيل الرسول نبدأ بالضربيتين ما هي الأولى؟ 1 جوج 3 4 5 5 5 في 3 5 في 3 نقوم بالتمرين 5 في 3 و هنا 1 جوج 3 كل اسطر فيه 1 جوج 3 4 5 3 في 5 15 نقوم بالتمرين إذا قسمناها 1 جوج 3 4 5 نقوم بالتمرين و 15 إذا قسمناها 1 جوج 3 نقوم بالتمرين 1 جوج 3 1 جوج 3 نقوم بالتمرين 1 جوج 3 و قد انتهينا من هذا الدرس المتعلق بالتقديم حول درس القسمة من دروس الرياضيات في كتاب الفضاء السنة الثالثة ابتدائي المترجم للmarkt